جديدة وهي مباراة الإنتاج والنادي الأهلي اللي قدر فيها النادي الأهلي يواثق الخطوة يمشي ملكا قدر يفوز في المباراة 4-0 بنتيجة وأداء والأهلي جمهوره وبدأ يحس بالنطمئنان وبدأ يحس إن فيه حاجة مختلفة تتعمل ده فيه واحد كتب بوست عجبني جدا قالك الأهلي مش محتاج تحليل فني ده عايز حد يرى المعوزتين احنا كلنا كان حتى رد فعلينا بعد المباراة إن احنا خايفين نستغرق في الفرحة الفرحة اللي بيشبها الحظر شيء مهم جدا خصوصا لما نبص على الأرقام يا أحمد نستعرض الأرقام 9 ركنيات للنادي الأهلي مقابل 3 للإنتاج اللي استحواس كان 57% مقابل 43 للإنتاج حابب أقف عند نسبة التمرير عدد التمريرات 573 رقم كبير جدا في كرة القدم بيدل إن انت قد إيه بتدور الكرة على الأرض ده برضو شفناه في المباراة السابقة قلنا عليها مع سموحة ولو قارننا بمباراة الزمالك في نهاية الدوري ومباراة المقاولين رغم إن انت قدرت تفوس في المباراتين ولكن كان معدل التمريرات أقل بكتير جدا لما يبقى معدل التمريرات الكبير ده دقة التمريرات 87% 25 عرضية مقابل 15 محاولات على المرمى 18 مقابل 8 ست محاولات بين القائمين والعرضة ده أرقام يحمد بتاعة فريق مستحوذ الغريب أن كابتن مختار بعد المباراة كان بيتكلم إن الأفضلية كانت في الشوط الأول اللي الأهلي أكتر كمان يعني تخيل إن النادي الأهلي في الفترة اللي كان موفق فيها ما كانش موفق فيها ولكن كان أفضل فنان داخل المباراة كان استطاع يسجل عدد أهداف أكبر كانت النتيجة عتكون أكبر بكتير جدا من الأربعة بالتأكيد والأرقام بتاعك شغل المدير الفني اللي الحقيقة بدأ يكون فيه تطور ملحوظ على بعض اللاعبين تحت قيادة مستر ريني بايلر وأهمهم الكابتن رمضان صبحي في تحرقاته والتاني مباراة على التوالي في الدوري المصري كابتن رمضان صبحي بيسجل هدفه الثاني مباراة افتتح بيها الموسم هدف وكمان مباراة الانتاج الحربي هدف وتحرقات رمضان صبحي أعتقد اختلفت تماما وبقى بيقطع وبيدخل على المرمى وكمان قلنا رمضان ينفرد يبقى لازم فينش عالمي ولازم يسنجل تطور ملحوظ ولكن هنتمنى أنه هو يستمر على المدى البعيد زي ما كمان تطور حسين الشحات مستمر معنا حسين الشحات آخر 8 مباراة يحمد بشارك في 14 هدف إن شاء الله بنحتاج أكتر بردو بطولات بركات ومقارنة بركات ولكن انت على بداية طريق بركات الصحراوي بس ده انتجيب له رقم مرأة رقم لازم نقف عنده مشارك في 14 هدف سجل 8 وصنع 6 في آخر 590 دقيقة هو ده آخر 8 مباريات بس لو هنتكلم عمليا ال590 دقيقة حوالي 6 مباريات ونص لما تشارك في 14 هدف وليك 20 محاولة على المرمى منهم 14 نجحة ومروغات 43 منهم 29 فحسين الشحات بدأ يعرف الطريق الصح لدخول قلوب جماهير النادي الأهلي في الملعب زي ما دخلها بره الملعب أول ما أعلى النادي الأهلي واعتقد حسين الشحات خلص 100 مليون من فلوسه ناقص حوالي 50 كده ان شاء الله المروغات دي انت حسب مروغات نجحة 29 حسب مروغة ماتش الزمالك بمروغات حسين حسبها باتنين حسين خلاص ما ساكة علينا يعني خلاص بيجي قابلنا دلوقتي يتكلم على الجون التاني اللي هو جابه في الزمالك هي حسين الشحات لقطة كانت رائعة أتمنى أن حسين الشحات يبدأ يستغل ده ويبدأ مش عايزين يصيبه الغرور ويفضل زي ما هو حسين كده قاتل مبكسم احنا بنحس به في اللحظة اللي بسجل فيها الهدف وتحركاته بدأت تتغير تماما برضو على طريقة رمضان وأعتقد شغل المدرب معاهم بدأ يوضح وأهم حاجة اللي بنأكد عليها دايما اللي استمرارية أنا بس عايز أأكد على حسين أن أحمد أسامة من أكتر من سنتين ثلاثة هو أول من قال ضمه حسين الشحات للنادي الآن هو عارف كده كويس خلاص خلصنا مبارات الانتاج لكن عندنا فقرة جديدة إن شاء الله هنبدأ بقى بيها بما أن الأخطاء التحكمية زادت هنسمي الفقرة في الصندوق هيبقى معنا صندوق كده بعد داد نقعد نحسب عليه الأخطاء التحكمية ونتمنى يعني تكون الأخطاء التحكمية مش محتاجة صندوق كبير يعني لأننا احنا عاملين حسابنا في صندوق كده للدور الأول فلما نيجي نستعرض مبارات الأول مراتين اللي تمه سواء الأهلي مع الانتاج الحربي أو الزمالك مع المقصة المقصة مازال بيتم عقابه أمام الزمالك أمام الزمالك أمام الزمالك